وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 كما وافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين بشأن منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء ومنحة هيئة سكك حديد مصر بين وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جلسة جديدة لمجلس النواب استأنف خلالها مناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات مناقشة عامة الجلسة بدأت بإحالة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وتسعة مشروعات قوانين مقدمة من عدد من أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وأعداد تقرير بشأنها كما تمت إحالة طلبات بتحديد موعد لمناقشة عدد من القضايا إلى اللجان المختصة بشأن سياسة الحكومة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية والتدريب المهني وتطوير قطاع التعدين إضافة إلى خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية الجلسة ناقشت أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال حيث عرض عدد من النواب مقترحاتهم وآرأهم بشأن مشروع القانون كل الشكر للحكومة على تقدمها مثل هذا المشروع اللي هو في الأساس بيوحي أن فيه تطوير لمناخ الاستثمار وحماية المستثمرين الأقلية كل الشكر لرئيس اللجنة وعضاء اللجنة على ضبط وأعادة ضبط المواد وأيضا الملاحظة الذكية بعدم إضافة مادة جديدة للقانون والاستفادة بالمادة 100 قانون 159 نشكر اللجنة على التقرير وبنؤكد على ما انتهت إليه اللجنة من حسب المادة 10 و10 مقرر وإنه ممكن التحديث ده يبقى في المادة 100 في قانون 159 ومن هذا المنطلق بالنيابة عن نفسي وبالعصال عن نفسي وبالنيابة عن هذه البرامنية الحزب حماية الوطن بنوافق على القانون من حسب المادة المجلس وافق على مشروع القانون في مجموعه مع تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة كما تم الموافق على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي المجلس وافق أيضا على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر برنامج تجديد القاطرات والمساعدة في تنفيذ المشتريات بعد مناقشة تقرير اللجنة المشاركة لقرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية المنحة بين وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وافق من حيث المبدأ على اتفاقية زيادة المنحة المقدمة من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية لموجهة هذه المنحة للهيئة القومية للسكك حديد مصر من أجل إحلال وتجديد مية قاطرة أو مية جرار هذا المية جرار سوف تنضم إلى منظومة النقل السكك الحديث الذي نادى أو وجهه به القيادة السياسية وهكذا يواصل مجلس النواب دوره التشريعي في مناقشة مشروعات القوانين للقضايا والملفات الهمة والحيوية التي تهم المواطن وتحقق آماله وتطلعاته في غد أفضل ترجمة نانسي قنقر